السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرع جديد افتتحته على قناتي هذا الفرع راح نهالج فيه باذن الله بعض الاسئلة وبعض الاشياء الروتينية التي تتعرض لها السيارات طبعا بعض الاسئلة تأتيني على الفيسبوك او على اليوتيوب هذا الفرع باذن الله راح يحتويها راح تكون مدة تقريبا ثلاث دقائق او ثلاث دقائق وانصف باذن الله راح نحاول اننا نخليها اسبوعي طيب نبدأ باول موضوع اللي هو ايهما افضل انواع البنزين ايضا اي نوع اختاره لسيارتي قبل ما نتحدث عن انواع البنزين وكيفية الاختيار فيما بينها وكيفية التغيير خلينا نعطيكم نظر عن السيارات بالنسبة للسيارات او للمحركات تحديدا لها نفس مبدأ العمل لكن تختلف فيما بينها من ناحية القوة من ناحية التجاوب طبعا نتحدث عن محركات الاحتراق ليست محركات الهجينة او المحركات الكهربائية فالمحركات القوية تحتاج الى بنزين افضل اقوى انقى لكي تعطي اداء افضل لكن بالنسبة للمحركات العادية واللي هي عادة يعني نشوفها في السيارات الشعبية ليس شرط انك تحط لها بنزين ممتاز طبعا هذه الوهلة الاولى من الموضوع بالنسبة للبنزين يوجد عدة انواع بالنسبة لهنا في شمال افريقيا وتحديدا في الجزائر وتونس على ما اعتقد يسمى بالبنزين العادي البنزين ممتاز بنزين من دون رصاص لكن في بعض الدول الاخرى خاصة دول الشرق الاوسط يسمى بالبنزين بنسبة الاكتين يعني اكتين 91 اكتين 92 93 يعني يوجد عدة ارقام بالنسبة للاكتين يا جماعة الخير هو عبارة عن رقم لمقياس مقدرة البنزين على مقاومة الاحتراق المبكر يعني هذا ما يقصد بالاكتين بالنسبة للسيارات القوية كل ما كان رقم الاكتين اعلى كل ما زادت كفاءة المحرك لهذا خبرتكم منذ قليل ان المحركات القوية تحتاج الى اكتين اعلى لتكون افضل اما بالنسبة للسيارات الشعبية تجد رقم الاكتين اما مكتوب في الكتيب الخاص بالسيارة او مكتوب في غطاء الخزان البنزين الخاص بالسيارة يعني هنا تجد رقم الاكتين المناسب للسيارة اما بالنسبة لي هنا في شمال افريقيا يوجد عندنا ثلاثة انواع يوجد عندنا البنزين العادي والبنزين الممتاز والبنزين بدون رصاص بالنسبة للبنزين العادي أنا من الأشخاص اللي ما ينصحون به إطلاقا وهذا يرجع إلى نقطتين النقطة الأولى أن البنزين العادي يحتوي على عدد كبير من الشوائب فبالتالي مع الوقت هذا الشيء رح يرجع سلبا على المحرك والنقطة الثانية أن البنزين العادي لا يساعد على التزييد الذاتي أثناء الاحتراق فبالتالي هذه نقطة صراحة نقطتين سلبيتين على البنزين العادي لذلك أنا لا أنصح به بالنسبة للبنزين الممتاز أفضل نوعية صراحة أنصح بها لكن فيها نقطة سلبية بالنسبة للبنزين الممتاز يحتوي على نقاوة أكبر بالنسبة لمقارنة مع العادي وأيضا به نسبة كبيرة من الرصاص طبعا الرصاص يساعد على التزييد الذاتي أثناء الاحتراق فبالتالي أثناء عمل الصبابات أو الصمامات رح يحميها من التآكل وأيضا بعض القطع الأخرى مثل المكبس يعني مثل ما تعرف عملية الاحتراق فبالتالي البنزين الممتاز يعطيها حماية أفضل بالنسبة للرصاص لكن مادة الرصاص هذه يعني بالنسبة لموضوع البيئة السلبية لأنها تعطي ماء زائد ثاني أكسيد الكربون فبالتالي انبعاث الكربون أو ثاني أكسيد الكربون يوجد بكثرة فهذه السلبية على مستوى البنزين الممتاز لكن ذو كفاءة عالية ويوجد عندنا البنزين البدون الرصاص وهو بطبيعة الحال اسم على مسمى بدون الرصاص يعني خالي من الرصاص فبالتالي بالنسبة لموضوع البيئة هو أفضل أيضا بعض الأشخاص جربوا البنزين العادي وجربوا البنزين بدون رصاص يقولوا أنه البنزين بدون رصاص من ناحية الاستهلاك أو من ناحية الكنسومسيو يعني أفضل من البنزين الممتاز يعني كمقارنة بينهم أما بالنسبة للتغيير ما بين أنواع البنزين من الأفضل أنك تشوف الرقم اللي أعطته لك الشركة وبالنسبة للتغيير يوجد محركات لأم التغيير يعني أنك تغيره العادي ويوجد محركات لا تطيق هذا الشيء اما بالنسبة لطريقة التغيير بسيطة وسهلة جدا دع الخزان الخاص بالبنزين او بالوقود يفرغ نيائيا وبعد ذلك قم بملئه بالنوع الجديد بالنسبة لبعض الاشخاص يقول لي يمكن انه يسمع طاقتق على مستوى المحرك اثناء تغيير البنزين يعني لما يغير ويسير بالسيارة قليلا رح يسمع طاقتق على المستوى المحرك هذه الطاقتق راجعة على عمل الصمامات وذلك لتغيير وقت حدوث الانفجار داخل المحرك طبعا تغيير دقيق جدا يعني تغيير في توقيت الانفجار لانه البنزين ذو كفاءة عالية وذو احتراق سريع لا يلحق البستم الى الاعلى رح ينفجر يعني تلقائيا اما بالنسبة للبنزين ذو كفاءة قل فيرتفع البستم الى الاعلى فبالتالي هنا يحدث هذا الصوت الناتج عن عمل الصمامات رح توطي صوت يعني رح تسمعها اثناء تغيير البنزين فبعض السيارات يمكن مع الوقت يزيل هذا الصوت اما بعض السيارات الاخرى اللي ما تلائم التغيير ما رح يزيل رح دائما تسمع هذا الصوت فبالتالي من الافضل انك ترجع الى البنزين اللي كنت تستخدمه من الاول فتقريبا هذا ما كان عند اليوم اسمحوا لي يمكن هذا المقطع كان طويل قليلا لكن باذن الله مفيد فهذا ما كان عند اليوم اشكركم على المتابعة ولا تنسوا الله ولا تبخلوا عليه بالاشتراك في قناتي بالضغط على زر سبسكرايب وانتظرونا في الجديد او بالجديد كالعادة نغتم هذا المقطع بالصلاة والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله دمتم في رعاية الله وحفظه